كونوا عباني ايها الاخوة لابد ان نضع اصلا في البداية وهو الله يريد منك قلبك لا تنسى هذه القضية ابدا ماذا يريد الله منك يريد قلبك يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إِنَّ اللَّهَ لَيَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَيَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَإِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرْ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَإِلَى أَعْمَالِكُمْ فَاللَّهُ يَنْظُرُ إِلَى قَلْبِكَ الله ناظر إلى قلبك الله يريد منك قلبك قال الله جل جلاله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه قال الله جل جلاله أولم يهدي للذين يرسون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بزنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون نطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون إذن السامع القلب والمستجيب القلب قال تعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اسمع وعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه